اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جلالة الميك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن تمسك فريق باريس افسي الفرنسي بشعار فيكتوريس البحرين في المنافسة على بطاقات صعود للدرجة الأولى دافع في مواصلة دعم الفريق لتحقيق أهدافه وأوضح سموه أن تعادل باريس افسي بشعار فيكتوريس البحرين مع روديز ايفيارون بهدفين لمثلهما في الدور الفرنسي للدرجة الثانية جعل الفريق يواصل مسيرة تحقيق النتائج الإيجابية في المباريات الماضية مبينا سموه أن خوض تسع مباريات دون خسارة يؤكد نوايا الفريق في تحقيق الأهداف ويعطينا الدافع الكبير في دعمه حتى تحقيق الأهداف المرجوة وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن شعر فيكتوريس البحرين أصبح علامة فارقة في الدور الفرنسي للدرجة الثانية والجميع سعيد برؤية اسم المملكة الغالية في الدوريات الأوروبية وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للفريق في مباراته القادمة أمام كليرمون في الأسبوع الرابع والثلاثين والتي ستكون في غاية الأهمية وتمنى سموه أن يواصل الفريق تحقيق النتائج الإيجابية وتعدل باريس فسي مع روديز إفيرون في الأسبوع الثالث والثلاثين حيث سجل هدفي باريس وارين كادي وجيتان لورا ورفع الفريق رصيده إلى ست وخمسين نقطة متمسكا بفرصة خوض الملحق المؤهل للدرجة الأولى ترجمة نانسي قنقر